بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جديد من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس دعاء عظيم من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم تشارك به كل المسلمين على وجه الأرض في أدعيتهم يكون لك نصيب من دعاء كل واحد على وجه الأرض بمعنى أوضح أو بمعنى أبسط واحد من الناس طلب أن يعطيها الله سبحانه وتعالى مانا ونفيرا واحد تالي طلب أن يشفيها الله سبحانه وتعالى من مرضي واحد تالي طلب أن يكون علما حافظا للقرآن فقيها واحد رابع طلب أن يكون محبوبة بين الناس واحد خامس طلب أن يسافر إلى بلاد يعني يحصل الرزق كل ما يقتل على بالك أو لا يقتل على بالك من أدعية تكون شريكا بشكل غير مباشر في هذه الأدعية في استجابة الله تعالى لأحد هولي الناس في دعائه كان لك نصيب من هذه الاستجابة وتشاركه في هذا مع أنك لم تطلب من رب العامين كل هذه الطلبات لكن تصبح شريكا لهم وكأنك دعوت بكل هذه الأدعية كل واحد على وجه الأرض يدعو بدعاء أصبحت شريكا له في هذا الدعاء وكأنك دعوت بدعائه كان زعظيم جدا جوامع الكلم للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حقرأ الحديث ستتضح الصورة أكثر هذا الحديث رواه ابن مردويه ورواه أيضا الإمام المتقيل الهندي في كتابه كنز العمال من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله إذا قضى صلاته يقول اللهم أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائلين عليك حقا فإن للسائلين عليك حقا أيما عبد أو أمة من أهل البر من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجابت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك به نظروا الحديث أن تشركنا في صالح ما يدعونك به وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز وأن تجاوز عنا وعنهم بأن آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولة فاكتبنا مع الشاهدين وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معقب لهذا الدعاء وقال وكان يقول لا يتكلم بهذا أحد من خلقه إلا أشراكه الله في دعوة أهل برهم وأهل بحرهم فعمتهم فعمتهم وهم في مكانه فعمتهم هو في مكانه بمعنى أن يعمك هذا الدعاء وأنت في مكانك يصلك منه نصيبه من الخير كأنك دعوتا بمثل ما قال طبعا إيبا إيزا أنت تستحصل أولا أولا سواب دعاء كل تعرفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الدعاء فيه خير بمعنى ما يدعو أحدكم بدعاء إلا وعطاه الله ثلاثة خصال إما أن يعطيهم ما يطلب في الدنيا أو يدفع عنه مصيبة على قدر هذا الدعاء من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الدعاء والقضاء يعترجان في السماء إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلى الدعاء يبقى القضاء الغير مبرم القضاء الذي يتغير بيتغير كلام وأعمال المسلمين أو المؤمنين يرد بالدعاء القضاء المبرم الذي هو القضاء المحتوم الذي هو مكتوب في اللوح المحفوز لا يتغير ولا أعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولا حتى الملائكة المقربون ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اما القضاء اللي غير مبرم هذا يتغير بالدعاء. تبقى فيه مصيبة نزلة ودعوه بدعوة. ربنا مش كتب لك ان اديك الحاجة اللي انت تطلبها دي. لان مش من صلحك ان ربنا يدها لك. لكن ربنا يدفع عنك مصيبة. كنت هتنزل على دماغك. لولا ان انت ادعوه بالدعوة دي. او الخيار الثالث يدخله او ان يدخله لك الله سبحانه وتعالى الى اوم القيامة. فتجد ثوابا عظيم ان هنتظرك في الجنة. بمعنى انك اذا دخلت تجنة تجد ثوابا عظيما لأعمال لم تعملها. فتتعجب تقول يا رب من اين لي هذا الثواب. وانا لم اعمل. بعمل يعني يجزئني او يجزيني هذا الثواب. فيقول الله رب العالمي سبحانه وتعالى بدعائك في الدنيا او بدعواتك في الدنيا التي لم استجب لها. استجب لك فيها في الدنيا. فيقول العبد يا ليتك يا رب لم تستجب لي ولا دعاء واحد. انا عايزا مستوى. عايزا تلات خيارات خيارات عظيمة. لو كان ان انت بتطلبه فيه خير ربنا يدو لك في الدنيا. لو انت اللي بتطلبه مش مكتوب في اللوح المحفوز ومش رزق لك. ومش رزق لك. يوم ربنا عوضك بانه يدفع عنك مصيبة على قدر هذا الدعاء. كتنازل عليك. الشيء الثالث اول انه ربنا يدخل لك في الاخر يوم القيامة فتجد صواب عظيمة استنديك. فضلا عن الحسنات. لان انت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى. مش ربنا يسأل الله من فضله. اذا الدعاء عبادة. انت عدما تعبد وتعبد الله سبحانه وتعالى انت بتعبد الله. والدعاء لازم له صواب عظيم. يبقى اذا انت هتشارك كل الناس على واجه الارض في ادايتهم. وانت في مكانك. طب شوف انتم بقى كم واحد كل يوم على واجه الارض. من المسلمين في دوقتي اكتر من مليار ونصف مسلم على واجه الارض. كم واحد منهم على واجه الارض كل يوم بيعدوا الله سبحانه وتعالى بدعاء او باكتر من دعاء. وبيطلب طلبات من ربنا. اصبحتها شريكا بشكل غير مباشر في دعاء لو فرضنا ان فيه من منهم من مليار ونص دول. مليار واحد رفع ايدي وطلب. يبقى انت كاينك دعيت بمليار دعاء. طب السواب ببقى ايه? طب تخيل السواب العظيم? بهذا اللفظ تحفظ لك هذا الكلام تقول. تقدر تقوله مرة كل يوم. تقدر تقوله مرة كل اسبوع كل ثلاثة ايام عشان تحصل سواب. المهم يكون لك وردة او نصيب. من هذا الدعاء. بحس يكون لك نصيب من كل ادعية الناس على الواجه الارض. يعني سأقول دايما في اللغة العامية واحد يضرب عصفورين بحجر. لان انت مش هتضرب عصفورين بحجر. انت مش هتضرب مليار عصفور بحجر واحد. اسواب عظيم جدا. فانا هكتب لكم الحديث. فكل واحد سمعني دلوقتي يحاول ان هو يحفظ الحديث. هقوله تاني. اللهم اني اسألك حق السائلين عليك. فانا السائلين عليك حقا. ايما عبد او اما من اهل البر والبحر تقبلت دعوتهم. واستجبت دعاءهم ان تشرك نافي صالح ما يدعونك به. وان تعافينا وياهم. وان تقبل منا ومنهم. وان تجاوز تجاوز عنا وعنهم. بان امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هو ده منطوق الحديث. يعني مش صعب قبل انك تحفظوا. تقدر تحفظوا. مش قادر تحفظوا اكتبوا في ورقة او قولوا. بنيت انك تشارك كل الناس على واجه الارض في ما يطلبونهم من دعاء. وفيما يحصنونهم من خير. وفيما يحصنونهم من حسنات. او يدفع عنهم من مصائب. بهذه الادعية دميعة على واجه الارض. طبعا صواب عظيم جدا جدا جدا. وده من الخصائص اللي ربنا خاصة بها هذه الامة من جوامع الجامل الكلم او جوامع العمل الصالح. زي ما ربنا ادانا ليلة الادر. بيتصاب بيضعف في اي عمل. في اي عمل بتعملو التلقات بتضعف اكتر من تلاتين الف ضاعر. زي ما ربنا بيدينا يوم الجمعة. صاب بيضعف اكتر من الف ضاعر في اي عمل صالح بتعملو. ربنا ادانا 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 دعاء زي ده. عشان نشأن كل الناس على واجه الارض. في ادعيتهم. وفيما يحصنونهم الخير. فيما يحصنونهم من حسنات. فيما يدفع عنهم من شر. صاب عظيم. فانا اكتب لكم الحديث. انسخوا هذا الكلام ونشروا هذا الامين فيه ثواب عظيم. فمن علم علما في انها اجر. من عمل بيها من القيامة. لا تنسوا تفعل الجرس واشتراك في قناة السلام والجديد. والسعادة ونشر السنة الرماء. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم.